اشتركوا في القناة اش رح يصير لو المحببة لديكم وفي حلقة اليوم رح تكون اش رح يصير لو اخذت الساحرة الى موقع السحرة قبل ما نبدأ في المقطع اتمنى انك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات ولا تنسى انك تحط لايك ثانية واحدة من وقتك رح تصنع يومي كامل فيلا نخش في المقطع اولا ممكن البعض منكم يتساءل الان مين الساحرة اش هو موقع السحرة رح وضح لك كل شي في مقطع اليوم طبعا موقع الساحرة رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا لما تقرب من منطقة الساحرة هذا اللي رح يصير رح يقعد بلي رح يقع سيارة رح يزال رح يعقش رح يقع الساحرة رح يقع لها رح يقتبع الموقع ترجمة نانسي قطع ترجمة نانسي قطع ترجمة نانسي قطع هل تستمعيني قطع؟ كما شفت الساحرة لا تحب الزوار ولا تحب انها تكون بالقرب من الناس يعني انه يكون حولها ناس لا تحب هذا الشيء بمجرد ما قربنا منها رسلت كلابها علينا وخذلك اقوافايت انتصرنا وقدرنا نقتل جميع كلابها زي ما شفتوا عموما ارثر مورغين رح يكتب عنها في مذكرته ورح يقول التالي عثرت على امرأة يبدو انها ساحرة او تحاول ان تكون ساحرة يعني حتى ارثر مورغين مقتنع انها ساحرة لهبية طيب بالنسبة لبيتها بيتها جدا جدا عادي ما في له اشياء سحر وتمائم وغيرها فقط مجموعة من المشروبات والدخاخين والادوية طيب الان رح ناخذ الساحرة الى موقع السحرة الغريب جدا ومكانه في الخريطة رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طيب بالنسبة لموقع السحرة رح يكون مليء جدا بالاشياء الغريبة واللي تطالع فيها تنفجع في عدد كبير جدا من العظام والجماجم رح تحصل مجموعة كبيرة جدا من التمائم والكلام الغريب وايضا رح تحصل كتب مريبة ومخيفة جدا اضافة الى مشروبات شكلها مرعب تماما يعني ما هي المشروبات اللي يعرفها مشروبات جديدة جديدة طبعا في شيء اساسي داخل موقع السحرة الا وهي الموية المسحورة هذه هي زي ما تشوفون موية غريبة في وضع مريب طبعا لما تشرب منها هذا اللي رح يصير زي ما شفتوا على طول اغمى علينا وصحينا حصلنا نفسنا في مكان نوعا ما بعيد عن موقع السحرة طبعا موضوع الموقع جدا جدا غريب ولحد الان حول نظريات كثيرة جدا اذا تبغونا نبحث عن الموقع بشكل مفصل اكتبوا لنا في خانة التعليقات طيب بما انه الان عندكم خلفية على المكان خلونا نجيب الساحرة الى الموقع طبعا لو جبتها في الصباح ما رح يصير اي شيء مخيف او مرعب ابدا ما رح يصير حاجة والوضع جدا جدا طبيعي لكن لو جبتها في الليل رح يصير شيء لهبي جدا تعالوا نشوف سويا تعالوا نشوف سويا تعالوا نشوف سويا سويا نشطر نشطر محفز زي ما شوفتوا هجموا علينا عدد كبير جداً من الذئاب وكانوا يهاجمون بشكل غريب وينطون عليك بشكل مفاجئ فجأة تحصلوا جنبك يعني تحس كأن الساحرة استدعتهم وأن الذئاب جايين يحمون هذه الساحرة أيضا يا لهبيين في هذا المكان في غراب وهذا الغراب أبدا أبدا ما يخاف ولا يطير لما تجي جنبه لأنه زي ما تعرفون طبيعة الطيور بمجرد ما تقرب منها على طول تطير وتهرب لكن هذا الغراب العفريت أبدا ما يتحرك ولا حتى يحرك شعره منه بل إنه لو تلاحظون ترى الغراب يراقب حركاتك يراقبها بشكل دقيق جدا شوفوا لو رحت يمين رح يجي يمين معاك لو رحت يسار رح يجي يسار معاك رح يطالع معاك يسار رح يطالع معاك يمين زي ما تشوفون في الجيم بلاي طراحة أمره جدا جدا مخيف نظريتي حول الغراب رح تكون كالتالي أتوقع الساحرة تتحكم بهذا الغراب وتراقب الأوضاع عن طريق عيونه خصوصا إنها تراقب حركاتك بالملي لأنه زي ما تعرفون حنا قتلنا كلابها فهي تراقبك يا آرثر مورغين عن طريق هذا الغراب طبعا اللي نوعا ما يأكد كلامنا ونظريتنا في أحد الأشخاص قتل هذا الغراب وجاه وونتد ليفل وصار مطلوب للعدالة بقضية القتل شوفوا معايا زي ما شفتوا بمجرد ما قتل الغراب على طول جاه وونتد ليفل وأصبح مطلوب للعدالة بقضية القتل حنا فقط قتلنا غراب كيف أصبحنا مطلوبين للعدالة بحجة القتل أمر غريب وغريب جدا طيب ننتقل للموضوع اللي بعده عندي لكم لغز لهبي جدا وأبغى أجوبتكم وتحليلاتكم وتفسيراتكم لهذا الشيء شوفوا المقطع معايا شوفوا المقطع معايا شخص طلع من البحر يد وذراع إنسان زي ما شوفناها مقطوعة بالكامل وأرثر مورغين صادها من البحر كيف صارت؟ هل لها تفسير معين؟ هل هي تلميح لـ Undead Nightmare 2؟ أو إنه لها تفسير معين في طور القصة؟ أبغى تفسيراتكم وآراءكم وتعليقاتكم حول هذه النقطة طلعوا كنا اللي بداخلكم عموما هذا هو إيش رح يصير لو في حلقتنا لليوم وشوفنا إيش رح يصير لو أخذنا الساحرة إلى موقع السحرة إضافة إلى مجموعة من النظريات حول موقع السحرة وغيرها من الأشياء حلقتنا اليوم لطيفة وجديدة طيب يا لهبيين شاركونا في خانة التعليقات أراءكم على موضوع الساحرة وموضوع موقع السحرة طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة